رد فعل الرأي العام العالمي حول اتفاقية تيفيان بين الجزائر وفرنسا الحلقة الثانية والعشرون من سلسلة الاتصالات الجزائرية الفرنسية المفاوضات السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر فيديو سألتكم المصدر ومرجع المعلومات رد فعل الرأي العام العالمي أما الرأي العام العالمي فقد استجاب الاتفاقية تيفيان حيث اعتبرها الزعمة المعروفون بخبراتهم الثورية انتصار عظيما لشعب الجزائري ففي التاسع عشر مارس 1962 ميلادي أرسل رئيس الدولة اليوسلافية جوزيف بروستيتو لسالة لرئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية بن يوسف بن خده حيث عبر فيه عن فرحتي بوقف إطلاط النر واستقلال الشعب الجزائري أما فيدال تاسترو فقد قال عن إيجابية هذه الاتفاقيات وعن تضامنه مع الشعب الجزائري لتيواصل مصيره إلى النهاية وأن هذه الاتفاقيات قد أعطت للشعب الجزائري استقلاله وسيادته التي طالما تافح عليها وهذا ليبدأ الشعب الجزائري بالبناء والتجديد واعترف شونلاي الوزير الأول الصيني أن أذر بإيجابية الاتفاقيات حيث قال انتصار الشعب الجزائري وانتصار الشعب الصيني وهو انتصار الشعوب الأسيوية والإفريقية والشعب ودولة الصيني يعطونا أهمية لكل انتصار ولكل تطورات الشعب الجزائري للاستقلال ونحن دائما أيدنا اتفاحهم الصحيح نرجولكم من صاميم قلوبنا نجحات أخرى في اتفاحكم المسلمة في الاتفاقيات وسوف تحقرون الاتفاقيات والاستغلال النهائي والرئاسة على طل التراب الجزائري وتذى الشعب الجزائري وفيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية فقد اعترف جون تينيدي باستقلال الجزائر وعين تنصلا بها طائما بعمل الصفاء الأمريكية هناك ريث ما يعين سفيان له وتذى تتاني أمل بأن تطور روابط من الحتوم الجزائريا مستقبلا أما أعضاء المجموعة الأفرواسيوية فتقدم متهانيهم الخالصة للحتوم الجزائري المؤقتة ويعتبر اتفاقيات إيفيان عمل سياسي رائد أما بعض المواقف العربية فيمكن ذكرها فيما يلي لقد صرح جامل عبد الناصر عن هذه الاتفاقية قائلا إن اتفاقية إيفيان بين المفاوضين الجزائريين والفرنسيين فتحت أفاق جديدة وأمل واسعة من السلام عادل في إفريقيا الشمالية وكان من بين نتائج هذا الاتفاق ولأول مرة اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر ووحدة التراب الوطني أما رئيس الحتوم اللبنانية رشيد ترماني فتصرح قائلا بأن توقف العدوان على الجزائر ليس هو نهاية الإمبريالية ولكن بداية التعاون الدولي لصالح الإنسانية وأبرزت جريدة الثورة العراقية دور الشعب الجزائري فيما وصل إليه واعتبرته نص له حيث أنها تتبت عن محاولة المنظمة السرية الفرنسية في إفشال اتفاقيات إيفيان وهذا من أجحة الشعب الجزائري لاستخدام العنف من جديد وتذايت التشكير بقدرته في حط نفسه بنفسه ولكن بالرغم من هذه المحاولات فإن الشعب قد أحرز النص في الخطوة الأولى عن طريق الاستقلال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ترجمة نانسي قنقر